إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة عاجل وفاة فنانة وإعلامية مشهورة جدا منذ قليل وسبب وفاتها صدم أسرتها والنجوم والوسط الفني وفات الفنانة والإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بكورونا توفيت مساء اليوم الإعلامية ملك إسماعيل إصر إصاباتها بفيروس كورونا المستجد ومن المقرر تشريع جثمانها من مسجد السويدي بالتجمع الثالث جدد وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر مؤخر بنقل الإعلامية القادرة إلى مساشفى كبرى الأوبة العسكري بعد إصاباتها بفيروس كورونا وكان شريف بهاء نجل ملك إسماعيل قد قشف في ملاخلة هاتفية في برنامج عن مسؤوليته الذي يقدم أحمد موسى أن والدته والأسرة قد أصيبوا بفيروس كورونا منذ 7 فبراير الماضي وتابع بدأنا العلاج ببروتوكول كورونا منذ اللحظة الأولى لتتحول التحاليل إلى سلبية يوم 28 فبراير لكن والدتي أصيبت بفشل في التنفس رغم تعافيها من الفيروس إضافة إلى معاناتها بكثير في الكلام والدتي على جهاز الأكسجين باستمرار وأضاف أيضا أن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الصحة قد تواصل معي لكن للأسف لم يأتي طبيب إلى المنزل وأناشد رئيس السيسي بدخول والدتي أحد منتشفيات القوات المسلحة حتى تتحسن حالتها وإستكملة والدتي تتحسن بشكل طبيعي رغم معاناتها ولا نستطيع إزالة الأكسجين أكثر من ثلث ساعة لا تستطيع التحرك ولائمة بشكل مستمر في السيح ووجه موسى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة السريعة مشيرة إلى أن الاتصالات تمت بالأسرة وسيتم نقل الإعلامية ملك إسماعيل سريعا وتعد ملك إسماعيل واحدة من الجيل الأول في التلفزيون المصري حيث تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامي وذلك على مدار أكثر من ثلاثين عاما عملت خلالها كمزيحة ربط وبرامج وتقلدت عدة مراصب منها رئيس القناة الأولى ومستشار ونائب رئيس التلفزيون